اليوم كانت المقدمة عن الطفل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أبا عمير في اهتمامه كان بنغر كان لديه سؤالي اليوم احنا في هذا الزمن الطفل الذي ينشأ على حب القرآن وترداد القرآن وتلاوة القرآن كيف يمكن المتوقع أن تكون حياته العلمية والعملية والأخلاقية إن شاء الله في المستقبل يعني بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء سيد المرسلين مطلوب منه أن يبلغ رسالة الله لا إلى قريش بل إلى البشرية ومع ذلك يجد وقتا ليداعب طفلا صغيرا ولا يقول هذا ليس من مستوايا أنا لا أكلم إلا الكبار فيداعبه ويذكره بطائره بهذه الكلمات اللطيفة التي استنبط منها الإمام الشافعي هي ست كلمات يا أبا عمير ما فعل أنه غير استنبط منها الإمام الشافعي أحكاما شرعية كثيرة من هذه الكلمات الست ما شاء الله فاستنبط منها أنه يسن مداعبة الأولاد واستنبط منها أنه يجوز تصغير الأسماء فبدأ العمر يقال عمير واستنبط منها أن تكنية الولد أبا فلان ليس بكذب مع أن ليس عنده مولود يعني لما يكون عندك ولد أمره سبع سنين تمانية سنين تقول له يا أبو حسن يا أبو خالد تعال يا أبو إبراهيم هذا ليس من الكذب هو ما عنده ولد اسمه إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير وما كان عنده ولد اسمه عمير صحيح استنبط أيضا الإمام الشافعي يجوز حبس العصفور في القفص من هذا الحديث لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حبس العصفور في القفص بشرط إطعامه وسقايته والاهتمام به ومن أهم هذا كله المداعبة مداعبة الطفل الطفل لما توجه إليه اهتمامك يعني أنت تصنع رجال المستقبل أنت تصنع رجال المستقبل من هم رجال المستقبل؟ هم أبناء اليوم هم أبناء اليوم يعني كمثال عملي من حياتنا أنا لما كنت صغيرا عمري 14 سنة كان شيخنا الشيخ الكريم الرفاعي يقول لي يا سيد أيمن يا سيد أيمن والله ما سمعتها إلا منهم الله يعني واحد أول متوسط واحد أول إعدادي أحد يقول له يا سيد فلان جميل ما سمعتها إلا منهم أهلين وسهلين كان يقول لي أهلين وسهلين ويعمل تشعر الهاء لما يقول أهلين الهاء خارج من الله أي والله كأن روحه تتكلم الله فتلك الكلمات وتلك العناية جعلت عبدا اسمه أيمن السويد الآن يجلس بينكم وقد أمضى عمره في تعلم كتاب الله والعلوم المحيطة بهذا الكتاب ويعلمها للناس يا الله لولا تلك العناية وتلك الرعاية كنت إذا غبت عن الدرس كان يعني لوزاتي تلتهب كثيرا وأنا صغير فكنت إذا غبت وجئت الدرس الذي بعده إلى المسجد يقول لي الحمد الله على العافية يا أبي ما رأيتك في الدرس الماضي سألت عنك فقالوا لي أن لوزتك ملتهبتين الحمد الله على العافية يا الله طيب ماذا فعل بي هو بهذه صنعك صنعك فلذلك يعني لا نهمل أبدا أحد الصحابة الصغار اسمه محمود بن الربيع يقول عقلت يعني مثل ما بيقولوا نحن بالعامين أعي معلومك كل واحد من أنه يراجع ذكرته أول شيء بتتذكره في حياتك شو أول شيء بتتذكره هو قال محمود بن الربيع أنه يعقل مجة مجه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو كانت عند بئرهم في البيت يعني شرب من الدلو بأبي وأمي وعبت أممي بعدين عمله هكذا فكان يداعبه يداعبه فعرقت في ذهنه ويقول أعقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو من بئر كانت في بيتنا يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يعمل نفسه جملا للحسن والحسين يعمل نفسه جملا ويصعد فوق ظهره صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فيقول سيدنا علي نعم الجمل جملكما فيلتفت صلى الله عليه وسلم ويقول ونعم العدلان هما الله يعني هذا التنزل من أعظم شخصية بشرية خلقها الله سيد المرسلين فليقول واحد مننا ما عندي وقت أنا مشغول لن تكون مشغولا أكثر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن ننتبه إلى أولادنا وإن كنا قد قصرنا فنسأل الله العفو ونتدارك ما فات نتدارك ما استطعنا الله يرضى عليك شيخ خلق أجزاكم ألف خير